بسم الآب والابنة والروح القدس الإله الواحد أمين أهلا بحضراتكم في لقاء جديد من أحد الخمسين النهاردة هو الحد الخامس والحد الخامس بيسبق الحد السادس والحد السادس ده قراءاته علشان هتكون على عيد الصعود أم الإراية النهاردة كانت عن إيه الإصحاحات 14 و15 و16 و17 ده كان آخر كلام للسيد المسيح مع التلاميذ الأطهار قبل ما يبتدي رحلة الصليب وعلشان كده ابتدى يمهد لهم فمن ضمن الكلام اللي كان بيمهد بيه المسيح لتلاميذه بيقول لهم أنا همشي وهتعرفوا الطريق وبعدين هتجولي فتومة قالوا يا رب إيه الطريق اللي أنت بتتكلم عنه ده ونعرفه إزاي ونوصله إزاي فالمسيح رد عليه بآية كلكم حفظينها الآية دي بتقول إيه أنا هو الطريق والحق والحياة النهاردة بنعمة ربنا هنتكلم مع بعض على كلمة الطريق بس يا دوبك هي دية العد على قد وقتنا في الدقايق بتاعتنا النهاردة يعني إيه المسيح يقول أنا هو الطريق دي رسالة لنا كلنا إن بيقول إن اللي براية ده إنسان تاية والمسيح قال أنا هو الطريق ما قالش أنا هو طريق لأن أنا مش إله في وسط آله ده أنا المسيح طب الكلام ده معناه إيه؟ في مرة من المرات أحكي لكم حكاية أقرب لكم بها الفكرة في يوم الأيام خادم من الخدام بتوعنا راح اليابان يعني خادم من الكنيسة الإبطية راح اليابان فبعدين كان قاعد مع المدير بتاعه المدير بتاعه عزم عليه بشوية خمر يعني ضيف بقى وعاوزين يجملوه فهو قال له إحنا الحقيقة ما بنشربش خمر قال له إزاي أنتو المفروض يعني الناس كلها بتشرب خمر قال له لأ إحنا مسيحيين وعندنا آية واضحة بتقول ما نشربش الخمر لأنه يؤدي إلى الخلاعة أو لتشرب الخمر الذي فيه خلاعة وبالتالي إحنا ما نقدرش تشرب خمر قال له طب أنا هقول لك حاجة أنا أول مرة أقابل واحد مسيحي ممكن تحكيلي عن المسيح وتحكيلي عن الإنجيل شوية فابتدى يحكيلي عن المسيح وبتدى يحكيلي عن الإنجيل بعد ما حكاله عن المسيح وحكاله عن الإنجيل الرجل قال له على فكرة شخص المسيح ده حلو قوي عجبني يعني الكلام الحلو على المسيح اللي أنت قلته خلاني معجب بالمسيح فقال له طيب كويس قال له أنا عايز أقول لك حاجة ما عندكش تمثال صغير للمسيح فالرجل استغرب قوي قال له ليه عاوز تمثال صغير للمسيح قال له عشان أنا عندي تمثيل لأليها كتير قوي عندنا بوزة ده إله وعندنا مش عارف كونفوشس إله ومش عارف عندنا مين فاليسوف إله عندنا آليها كتير قوي 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 فأنا عاوز تمثال للمسيح عشان أنا عامل رف لكل الآليها قال له لأ كل الآليها بتاعتك دي دي أوسان وأصنام لكن المسيح إلهنا حاجة تانية خالص علشان كده ما ينفعش تقول إن المسيح تحط في وسط الأصنام اللي انت حطيتها وتقول ده واحد زيهم الفكرة كلها فكرة إن المسيح بيأكد لنا فكرة إن الحياة اللي آخرها السماء محتاجة طريق عشان نوصل للسماء والطريق ده هو المسيح وصفه لنا من خلال وصياه ومن خلال الآيات اللي ادهالنا ومن خلال الجهاد اللي حطه علشان نجاهده لغاية لما نوصل للسماء إحنا لسه بنفهم مع بعض يعني إيه كلمة طريق بس علشان أكون أمين معاكم أقول معلومة تانية عن الطريق المسيح لما وصف الطريق قال الطريق دايق أو كرب قال الباب دايق والطريق كرب يعني إيه؟ يعني ما نتوقعش إن إحنا لما نعيش مع ربنا أو نعيش علشان ربنا أو نعيش عشان نوصل للسماء الدنيا بالساهل لا اللي اختار ربنا لازم يكون عارف إن اللي بيختار ربنا هتقابله ديقات عارفين ليه؟ لأن ممكن جدا يكون فيه إنسان أمين بيشتغل في وسط ناس بتاخد رشوة بس هو متمسك بربنا ومتمسك بالأمانة الناس دي تتصوروا ممكن تتحالف مع بعض كناس أشرار وتعمل فيه مقالب علشان ترفده علشان يبقى الجو مفتوح ليهم يبقى قادي حاجة ممكن جدا زي ما بنشوف في العالم النهاردة إنك إنت لو قلت إنك إنت متدين يعتبروك إنسان متخلف فربنا بيقول لنا وبيوضح لنا إن اللي بيختار يمشي معاه في أوقات كتير قوي الطريق هتبقى فيه صعوبات عارفين لما إحنا بنمشي بنسافر في أي طريق؟ بيبقى فيه طالع ونازل طالع ونازل طالع ونازل أو الطريق للسماء طالع وعلشان هو طالع المجهود فيه كبير ومش كل الناس اللي بتبتدي علاقة مع ربنا بتكمل فيه ناس تيجي في نص السكة تعود على الأرض وتقولوا لا مش قادر يا رب ده الطريق بتاعك صعب قوي قال إيه نحب أعداءنا قال إيه اللي يضربني على خد اليمين قديله خد الشمال وده اسمه كلام يا رب برضو لا يا رب كلامك صعب قال إيه لو واحد غلط فيه أسامحه وأحبه وبعدين لما بطرس بيسألك أسامحه سبع مرات قاله سبع مرات إيه يا بطرس سبعين مرة سبع مرات يعني تسامحه على قد ما تقدر كلامك صعب يا رب ده أنت بتقول كلام صعب الطريق فعلا صعب الطريق صعب بتقول إن جاع عدوك فإطعمه وإن عطش فإسقيه يعني عدوي اللي جاي عشان يقتل ولادي لما لقيه جاعان أأكله عدوي اللي جاي يدبح مراتي لما لقيه عطشان أشربه العقل بيقول ده أنا حطله سم في الأكل وإنت بتقول أكون حنين عليه يا رب الطريق فعلا صعب بس المسيح ما تحكش علينا قال الباب دايق وقال الطريق صعب وعشان كده قال قليلين اللي هيلقوه وقليلين اللي عاوزينه لأن فيه طريق واسع وفيه باب واسع بس الباب الواسع ده أخرته هلاك إن الإنسان يعيش لمزاجه عاوز يعمل لهو عايزه يعيش لشهواته يعيش لنزواته يعيش لمخدراته يعيش لكاسه آه فيه ناس بتعمل كده تقول لك يا عم ربنا خنيء قوي وصيا صعب قوي محقولة بقى هنقش كل عمرنا كده ده إيه ده اللي بيطلبه ربنا مننا ده لا 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 الكلام صعب المنظر إلى الامرأة ليشتهيها فقد زنى بها طب ما كل الناس بتبص وكل الناس بتبص وقواد بتشتهي تروحين تقايل ده كان زماني الزنى معناها أن واحد يزني مع واحدة فالمسيح يقول لا ده اللي بص الواحدة بصة مش مصبوطة ده أصادي أنا زنى لا يا رب الطريق دايق بجد لا يا رب الطريق صعب ومش هنقدر يا رب نكمل معاك أنا بقول لكم قبل ما نكمل أن المسيح ما خد عناش الطريق صعب آه والطريق دايق آه وقليلين اللي هلقوه آه بس ده مش معناه أنه طريق وحش ليه بقى لأن طول ما أنت ماشي مع ربنا جوه الطريق ربنا هيشيلك في عينيه وهيشيلك على كتفه فهتبقى أنت متشال وماشي مع ربنا خطوة خطوة يبقى احنا كده عارفين أن الطريق صعب بس مش مستحيل نمشيه لأن المسيح هيمشي معايا خطوة بخطوة يبقى أول حاجة ده طريق وحيد اتنين هو طريق دايق لما نيجي نتكلم على الطريق أحب أسأل حضراتكم سؤال المسيح بالنسبة لنا هو الطريق فعلا ولا هو ضليلة ولا هو محطة مش فاهمين يا بونا حاجة من اللي انت بتقوله لأ أصل الطريق معناها واحد من أنجج المسيح كده وماشي معاه خطوة وخطوة في ناس مش كده خالص في ناس لما تحتاج ربنا أو تحتاج المسيح تروح له لكن المسيح مش في دمخه خالص أديكوا أمثلة عشان نفع في ناس علاقتها بربنا طول السنة فترة عارفيني عن إيه فترة يعني لا صلاة ولا صوم ولا أداس ولا أجبية ولا أي حاجة لغاية كده ما يبتدي شهر إبريل وهو عارف إن الامتحانات في 15 مايو تلاقيه من أول نص إبريل كل يوم صلاة وهترجى ربنا ويقول له يا رب جربني السنة دي بس شوف أنا كل اللي فت من عمري كوم والسنة دي كوم أنا ما ذاكرتش كفاية بس أنت هتسطر علي احمل معروف يا رب وتلاقيه لواحد إيه آسف في اللفظ اللي هقوله اتلم كده وابتدى بقى يقلل في خروجاته يقلل في شتايمه أما خايف بقى وراح لربنا لغاية لما ربنا يسطر عليه وينجح يقول لك بعد كده نسي كله وعوده لربنا فخلي بالك الناس دي مش ماشية مع ربنا الناس دي صاحبة مصلحة لما بتكون محتاجة ربنا بتروح له لكن لما بيكونش محتاج ربنا اهو معتمد على اجراعه ومعتمد على قرشه اللي في جيبه ومعتمد على معارفه ربنا ما لزمناش في حاجة ده حقيقة لكن ما فيش علاقة مش كل يوم بيتكلم مع ربنا ولا كل يوم بيعبر عن حب الربنا ناس تانية برضو من بتوع المصلحة دول يبقوا كويسين قوي قوي لغاية لما الدكتور يقول انا طالب صنار وطالب اشعة لان انا شاكك في حاجة وحشة كده والاشعة هي اللي هتبينها يا خبرابياد نيجي بقى الكنيس مدر ما خلش كنيسة مقاللي سنتين ثلاثة اجي بقى الكنيسة وادور على الادجرة واروح اتبارك من الرغبان وصليلي يا ابونا انا خايف من الاشعة صليليلي يا ابونا انا خايفة يطلع المرض الوحش تلاقي الناس دي كلها جات لربنا امتى عشان مصلحة ربنا قال انا مش كده انا الطريق يعني في كل خطوة انا لازم اكون موجود انا مش كرسي محطوط في الطريق تلجأ له لما تحب تريح ولا لما تحب يكون لعندك مصلحة خلي بالك يا ابني ناس تالت لم يكون عنده انترفيو في الشغل يطول ما هم ادعولي 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 يا رب يا ستة عدرة يا ماري جرجس صليلي فوق عند المسيح كده عشان الشغل انا ديت جيلي وبعد ما تيجي الشغل انا ولا حاجة ده لا يفتكر العشور ولا بكور ولا اي حاجة من مرتبه يطلحها للغلابة ولا اي حاجة يعملها عشان كده رب يقول انا هو الطريق انا مش محطة ولا ضليلة لما تبقى تعبان تجيلي وبعدين تسيبني يقول ربنا في العهد اللي قديم كده اعطوني القفة عارفين يعني اعطوني القفة يعني اول ما اخدت اللي انا عايزه اديت قفاية لربنا ده اسمه كلام برضو ده يصح الواحد يتعامل مع ربنا كده من باب المصلحة طبعا مش عايز بقى كتر واللي محتاج فيزا يصوم له تلت ايام عشان يروح امريكا حاجة غريبة قوي بقت كل علاقتنا بربنا هي ايه المصلحة حتى ربنا فضح الناس مرة من المرات المسيح هو ماشي لقى الناس متجمهرة وراه كتير قوي يعني لو كان بيمشي قلوف بقى البلاد بقت ماشي وراه هو ماشي كده وبلاد ماشي وراه فبص لهم كده قال لهم انتو مش جايين علشاني انا انا هقول لكم انتو جايين ليه لانكم اكلتم الخبز وشبعتم يعني بعد ما عجزت اشباع الجموع اللي بخمس خبزات وسمكتين المسيح اكل بيها خمس تلاف رجل ده غير الاطفال اللي موجودين اللي متعدوش الناس قالت ياه ده في واحد بيأكلنا ببلاش في واحد بيأكلنا ببلاش في واحد بيأكلنا ببلاش ففيه ناس بيجي الربنا للمصلح وفيه ناس بيجي الكنيسة للمصلح واحدة مثلا ام عاوز ابنها تلاقي له عروسة فتيجي الكنيسة واحدة بنتها عايزة تلاقي لها عريس تيجي في الكنيسة وفاكر كده مين ينفعه ومين دوله وعايزة شوف بنيو تأمورة لابني هو انت جايك الكنيسة تعبودي جايك الكنيسة تسجودي جايك الكنيسة عشان تصلي ولا جاية الكنيسة عشان تلاقي عروسة لابنك الحقيقة لازم نراجع نفسنا هو ربنا هو الطريق ولا ربنا هو مصلحة جوة الطريق الحاجات دي لازم كلنا نراجع نفسنا فيها طيب احنا قلنا انه طريق وحيد نمرأ اتنين قلنا طريق ديق نمرأ تلاتة قلنا طريق يعني علاقة مش مصلحة حاجة كمان عاوزين بقى نتكلم على كلام عملي طب يعني ايه المسيح هو الطريق المسيح هو الطريق معناها ان انا المرشد اللي في الطريق عارفين يا جماعة البدو اللي في الصحرة سواء سينة او سواء الصحرة الغربية فيه واحد اسمه دلال الاثر دلال الاثر ودلال الاثر ده بتبقى مهنة قبا عن جد وممكن ما تلاقيش في القبيلة كلها غير عيلة واحدة بتشتغل في دلال الاثر ده دلال الاثر ده انتوا عارفين طبعا الصحرة لا فيها شوارع ولا فيها اشارات مرور ولا فيها تقطعات ولا فيها محلات نعلم بيها السك بس فيه ناس يسموها المرشد ده باللغة العربية بتاعتنا اللي احنا فهمها لكن في الصحرة يسموه دلال الاثر دلال الاثر ده الوحيد اللي لما تمشي وراه تتطمن انك مش هدتوها لكن اول ما دلال الاثر ده ما يكونش موجود مهما كان حتى لو معاك بوصلة وبتفهم في النجوم برضو احتمال التوهان قائم ده بقى واحد حافظ الصحرة زي ما انت حافظ البيت عندكم بالزبط يعني علمين قد تنوموا على الشمال قد الصفرة في الوسط الفسحة هتلاقي دلال الاثر عارف الصحرة اللي انت مش شايف فيها حاجة لكن هو حافظها راملايا راملايا اهو ده معنى ايه؟ المسيح عاوز يقول ايه؟ اذا ما كنتش عارف الطريق انا المرشد بتاعة الطريق جبناها منين دي؟ جبناها من العهد القديم يعني ايه جبناها من العهد القديم؟ اقول لكم في العهد القديم الشعب اللي هو شعب بني اسرائيل تاه 40 سنة جوا سينة فاكرين المعلومة دي ولا لأ؟ بس هم ما كانوش عارفين الصحرة فربنا عمل ايه؟ الصبح يبقى عامل زي عمود الغمام كأن عمود دخان كده عمود سحاب واقف هم بيمشي يتحرك هم يتحركوا وراء وبالليل عامل زي عمود النار وهم ما يمشوا وراء ربنا يقدر يعمل كل حاجة فكان حاطت شكل عمود نار او شكل عمود غمام وبيقول للموسى كده انا هسير بواجهي امامك يعني انا هكون قدامك وانت تمشي وراي مش فاهمين برضو يا بونا قوي تويتنا انت عايز تقول لنا ايه؟ اسمحولي اخش بصورة اكتر شوية ربنا عاوز يقول ايه؟ اذا كنت انت بتعتبرني قائد سفينة حياتك او انا الراعي الغنم فعلشان ما تتوهش في الحياة لازم عينك تكون علي لو عينك نزلت من علي هتتوه هتتوه في الفلوس هتتوه في الغرائز هتتوه في الشهوات هتتوه في الشغل الحياة هتاخدك ومش هتبقى لك اي نصيب في وقتك تلاقهولي عشان كده النصيحة الاولى اذا كنت عاوز تكمل الطريق خلي عينك على راعي الطريق اقول لكم حاجة سغيرة كده قلتها قبل كده مرة من المرات انتو عارفين راعي الغنم بيمشي فيه راعي الغنم بيمشي في أول القطيع وفيه راعي الغنم بيمشي وراء القطيع اللي وراء القطيع ده الصبي الصغير كده بتبقى معها عصايا واللي في أول القطيع ده الراعي الأساسي راعي الغنم يعني يمكن احنا في مصر ما عندناش رعاة غنم كتير لكن في الصحرة في الأردن في أرض فلسطين كل ديت بتبقى يعني فيها عملية راعي كتير قوي والراعي بيمشي من حتة لحتة عشان يلقى الأكل فمرة كان فيه سؤال حلو قوي انتو عارفين الرعي ده لما بيمشي معا الغنم بيبقى معاه شوية كلاب الكلاب بتساعده في رعاية الغنم انها بتهوها ولما تلاقي غنمة راحت كده ولا غنمة راحت كده والكلاب دي بتبقى متدربة في معظم الأحيان انها تساعد الرعي فكان فيه سؤال بيتسئل وخلي بالكم السؤال ده ليه الغنمة ممكن تتوه وليه الكلب مش ممكن يتوه تاني تاني الكلب ما بيتوهش والغنم بيتوه ايه الفرق بين الاتنين قالك الكلب مهما بععد عن صاحبه لو لقى ريحة صاحبه وبعدت عن مناخيره شوية تلاقوه يقف ويبص يمين ويبص شمال ويشوف الرعي بتاعه فين ويجي جري للرعي بتاعه ده الكلب عارفين الغنم ما يعملش كده يفضل الغنمة سرحانة ورا العجبة اللي بتاكلها او النجيلة اللي بتاكلها من نجيلة لنجيلة من نجيلة لنجيلة لغاية لما يتوه خالص عمر ما الغنمة طول ما بتاكل ترفع عنها تدور على الراعي عشان كده الخروف ممكن يتوه والكلب مش ممكن يتوه احنا عاوزين نتعلم من الكلب الكلب بيحب صاحبه قوي فعينه عليه احنا عاوزين نتعلم من الكلب ان تفضل عينينا على المسيح وطول ما عينينا على المسيح مش ممكن هتوه امتى انا بتوه لما ببص للنجيلة لما ببص للعجب وانسى المسيح وانسى ربنا خالص يبقى هنا ربنا بيقول لي انا هو الطريق وانا قائد الطريق انا الراعي بتاعتك لو انت نزلت عينك من علي يا حبيبي لازم تتوه يبقى اول حاجة خلي عينك على ربنا في حياتك في كل تصرف هتعمله قبل ما تجذب الكذبة تقول انا باجذب ليه خايف من الناس ومش خايف من ربنا اللي خلقني هو الانسان هيعمل فيه ايه ليه بقيت اخاف من الناس واخاف على سمعتي من الناس اكتر من خوفي من ربنا علشان كده لو عينك على ربنا مش ممكن مش ممكن طب اقول لكم حاجة دايما اقولها للشباب اقول ايه للشباب اقول له يا حبيبي انت لما بتكون راكب عربية ومتعودة الناس انها في السواء لو حد كسر عليها او حد جي مين او حد جي شمال اوقات بتشتم مش كده اوقات بتشتم طيب هل لو انا راكب معاك في العربية بتشتم يقول لي لا طبعا احتراما لقدسك يا بونا لا يمكن اشتم حتى لو واحد دايقني او حد كسر علي فبقول له يا حبيبي اذا كنت انت ما بتشتمش عشان انا راكب جنبك اما لو انت متخيل ان ربنا نفسه جوه العربية تقدر تعمل حاجة غلط لا تقدر تسمع حاجة غلط لا تقدر تفكر في حاجة غلط لا اما المشكلة ايه ان انا عيني بتنزل من عليه فبغلط كل الاخطاء دي عشان كده افكركم بكلمة قالها قدس البابا شنودة التالت قال ايه بقى قدس البابا شنودة التالت قال للقاتي قال ان الخطية هي لحظة انفصال عن الله يعني طول ما انت منزل عينك من على ربنا اكيد هتعك واكيد هتغلط يبقى اول حاجة عيني علي لو فعلا المسيح هو الطريق وهو قائد الطريق اعمل ايه تاني اطوعه يعني ايه اطوعه يعني اتعلم اقول له حاضر احنا بقينا صعبين قوي يعني ايه بقينا صعبين قوي يعني ايه بقينا صعبين قوي بقى كل واحد شغال من دماغه وبعدين يبتدي مش يطلع نفسه غلط يطلع ان وصية ربنا هي اللي غلط يقول لك الوصية صعبة قوي انا مش قادر اعيش كده الاصوام كتيرة قوي القداس طويل قوي ملك يا حبيبي فيه ايه اللي انت بتشتكي منه ده ليه ملك ما بتطوعش دي كلمة حاضر دي احلى كلمة بتريح قلب الاب وقلب الام من ولادهم فلما انت تقول حاضر لربنا ده معناها ايه انك بتحب ربنا ابراهيم ابو الاباء ربنا طلب منه مين ابنه قال له تجيب ابنك وتتباحه فيه حد ربنا يقول له هاد ابنك اسحاء تتباحه ويطوعه صعب قوي بس ابراهيم وصل لاعلى درجة من حب ربنا واعلى درجة من طاعة ربنا ان يقول له حاضر اعرف كده اللي بيحب ربنا لازم يقول له حاضر على الوصي ما ينفعش ما يقول لهش حاضر اشبهالكم بطريقة يعني دنيوية شوية صوروا واحد بيتعرف على واحد وقال لها انت عايزة تكملي معايا قالت له انت هو الطريق يعني عايزة تتجوزيني قلت لك انت هو الطريق قال لها يعني انت هتطوعيني راح تردت عليه قالت له بس بحبك اه امشي معاك اه اطوعك لا ايه ده المعادلة مطلق بط الكلام مش ماشي ما هيحبه واحد وطوعه انا مش مامشي مع ربنا عشان افضل انا اشوف كل حاجة اقولكم بالبلد كده اوقات بسبب عدم طاعتنا بنتعب قلب ربنا مننا قوي 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 علشان كده انا مطالب نمر واحد عيني تكون عليه نمر اتنين اطوع نمر ثلاثة ودي اخر نقطة علشان ربنا هو الطريق عايز اقول نصيحة صغيرة انا عرضة ان انا اتوه ارجوك لو تهت ما تكملش توهان ارجوك لو تهت ما تكملش توهان ارجع بسرعة قوي لربنا والحضن هتلاقيه مستنيك اوقات الواحد يتوه اسف اللفظ ويسوق فيها طب المسيح اللي مستنيني ده المسيح اللي قلبه موجوع علي عشان انا ابنه لغاية امتى هفضل كاسر قلب ربنا علي ربنا عنده مشاعر ربنا بيحبنا ربنا لو ما عندوش مشاعر ما كناش فهمنا يعني ايه هكذا احب الله العالم وما كناش فهمنا كلمة الله محبة فربنا بيحبنا طب انا لما يكون ربنا بيحبني وتهت وبعدت عنه مش ارجع بسرعة ولا لمزم افضل واجع قلبه علي هي فيه ام بتخش تنام قبل ما بتتمم على عيالها ان كل واحد في سرير ومتغطي اهو قلب ربنا كده في حبه لينا اكتر من حب الام الاولاد وعلشان كده بيدور علينا واحد واحد فارجوك انا ممكن اتوه وتتزحلق برا الطريق وانت ممكن تتوه وتتزحلق برا الطريق بسرعة ارجع ما كل يوم انت بعيد عنه انت الخسران ولو حصل وانت موت وبر الطريق يعني وانت تايح في الحياة مش هتخش السماء ابدا الحق ارجع لربنا بسرعة الوقت جيري بسرعة معاكم وكلمة انا هو الطريق والحق والحياة دي من الكلمات الحلوة قوي قوي اللي ممكن نكون احنا يعني عايز نفكر فيها مرة واثنين وثلاثة ربنا يدينا نعمة فوق نعمة وكل سنة وحضراتكم طيبين لإلهنا كل مجد وكرامة الآن وإلى الأبد آمين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر